المسألة كمان في انه هذك تصدرت الموقف يعني كتبت الشاكوى باسم التمانية أيوه وجيت هنا لمكتب الوزير باسم نيابة عن التمانية أيوه وإصرار على المقابلة وتقديم الشاكوى أيوه أنا كنت بحكي لك دلوقتي عن علاقتي بهذا المبنى أيوه يعني هذا المبنى العريق أنا اتعملت هنا يوسف في هذا المبنى أنا صنعت هنا في هذا المبنى ودي كتأول بداية دخولي لهذا المبنى كان عندي 17 سنة أيوه لما دخلت مكتب الوزير وقابلت محمد أمين حماد كان بلوله حماد بيه قابلت هذا الرجل الفاضل وقال لي يا ابني هننظر في الشاكوى بتاعتك وإكتب عنوانك وكده ده أول دخولي لهذا المبنى من بعدها بقيت هنا على طول وشارك كنت دخلت المعهد بقى وشارك فيه أعمال كثيرة جدا كطالب متدرب وكنا ناخد يعني قروش قليلة جدا بس كنا سعداء نحنا بشتغل وبنشارك وكل ما كان في هذا المبنى أنا تحركت فيه وتجولت فيه واشتغلت فيه عملنا مثلا يعني تمثيلة كيلو باترا اللي كان مقررة على طلبة السنوية العامة عملناها بالإنجليزي كنت بقى أشارك برنامج 20 سؤال مع ليلة رستوم شاركت فيه فيه في فقرات تمثيلية كنت بقدمها وأعمال كثيرة جدا جدا معرفش راحت فين دي طبعا الله أعلم يا جايز تكون محطوطة في مكتبات ولا كده لكن شاركت كتير جدا جدا هنا وتعلمت هنا وتصنعت في هذا المبنى أنا ما أساش أبدا كان يوم عيد وأعدت أصور يوم العيد عيد الفطر في استوديو واحد اللي هنا ده كان مسلسل اسمه ميرا مار قصة نجيب محفوظ رواية نجيب محفوظ وكانت إخراج المخرج الراحل إبراهيم عبد الجليل وكان هو بيشتغل كمان في نفس الوقت مرائب برامج الأطفال هنا في الضور الأول كان هو مرائب برامج بتاع الأطفال هو كان مخرج هذا العمل فمعرفش ليه يوم العيد لأن كان بيصور حلم منصور باهي الشخصان اللي بمثلها الموزيع اللي عنده عود التعنيب ضمير بيحلم أنه هو بيقتل سرحان البحيري الانتهازي الوصولي فكان لازم يطلع كاميرا السينما ودي كانت عمليات صعبة يطلعونه كاميرا السينما وكده لكنه نجح أنه يطلع كاميرا السينما فكان لازم يوم العيد فعدنا نصور في استوديو واحد اللي هو جاري للستوديو ده طول النهار يوم عيد الفطر عيد الفطر نصور الحلم أنا وعزة العليلي اللي منصور باهي بيحلم أنه هو بيقتل عزة العليلي إنه هو مش قادر يقتله في الحقيقة فيبقى جوه ضميره في اللاوعي بيقتله بيخلص منه وانتهازيته ووصوليته ده كان سنة تقريبا تمانية وستين موسيقى